بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قرية الفاو الأثرية عاصمة مملكة كيندا الأولى أحد الممالك العربية القديمة في نجد ومن أهم المواقع الأثرية في شبه الجزيرة العربية لأنها عبارة عن تجسيد متكامل للمدن العربية قبل الإسلام وتقع في المملكة العربية السعودية في الجنوب الغربي من العاصمة الرياض بمسافة 700 كم وتحديدا جنوب غرب محافظة السليل بحوالي 100 كم عن السليل وجنوب محافظة وادي الدواسر بنفس المسافة تقريبا وبالتحديد في المنطقة التي يتداخل ويتقاطع فيها وادي الدواسر مع جبال طويل عند فوهت مجرى قناة تسمى الفاو والتي استمدت القرية اسمها الحديث منها تعريفا وتمييزا لها عن باقي القرى المجاورة لها وتشرف قرية الفاو على الحافة الشمالية الغربية للربع الخالي في السعودية وتبعد قرابة 300 كم شمال نجران تعد من أكبر وأشهر المواقع الأثرية في السعودية كانت تعرف العصور الغابرة باسم ذاته كهل نسبة للتمثال السبئي الشهير كهل اتخذها ملوك كندل عربية عاصمة لملكهم منذ القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن الرابع للميلاد قبل أن يغادروها ويتخذوا من شمال الجزيرة العربية مركزا لحكمهم لم تكن الممالك التي كانت في جنوب الجزيرة العربية على وفاق مع بعضها بل كانت تقوم بينهم حروب بشكل دائم فتعرضت مملكة كنده إلى غزو من دولة حمير وبعد سقوط مملكتهم نزح الكنديون من منطقتهم متوجهين إلى شمال الجزيرة العربية وسكنوا في مناطق حفر الباطن ودومة الجندل والقصين وبعد انهيار مملكة كنده توسع نفوذ المناظر والغساسنة نحو جنوب الجزيرة العربية مما أغضب مملكة حمير فعملت على إعادة تأسيس مملكة كنده الثانية لمواجهة خطر نفوذ المناظر والغساسنة الذين كانوا يخدمون مصالح دولتي الروم والفرس